محمولين على طائرة الإمارات وحاملين لأهدافها تمضي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في مشوارها هذه المرة مستهدفة حضرموت التي تجاوزت مراحل فوضى وعنف عدن وغادرت إلى أولى محطات التنمية نحو اليمن الاتحادي الذي ترى فيه حقها ونصيبها من السلطة والثروة بن بوريك الرجل المقرب من ميليشيا الحوثي الذي أعاد تموضعه كغيره من أفراد المجلس الانتقالي المتساقطين من بقايا الأحزاب إلى حضن الإمارات يقدم الانتقالي نفسه كبديلا للشرعية أمام التحالف باعتبار أنه من منحهم شرعية الوجود على الأرض وليست شرعية هادي صراع الأجندات يبدو أكثر وضوحا في أنشطة المجلس في الآوينة الأخيرة خصوصا عقب التصريحات القاسية من شخصيات سعودية ضد الانتقالي إذ يرى الكثير أن خطوات الانتقالي تأتي مدفوعة برغبة الإماراتية في فرض أجندتها على الساحل الشرقي والجنوبي للبلاد والذي يبرز عبر إنشاء كيانات عسكرية وسياسية موازية للدولة ورغم التحذيرات التي أطلقتها تقارير دولية وآخرها تقرير لجنة الخبراء الدوليين من مغبة مساعي الإمارات في تقسيم الأرض وإعاقة الدولة إلا أن الشرعية اليمنية لم تتخذ أي إجراءات عدن ليست حضرموت هكذا قالت اللحظة السياسية وإن من فقدوا وظائفهم لدى الشرعية لن يحكموا بلدا بالعنف ولن تنتقل فوضى عدن إلى حضرموت دعم وتحشيد وتسخير الإمكانيات لإنجاح زيارة الانتقالي ليمثل دور المشروع لأجندات خارجية وتوصيات بحسب مراقبين تمضي في سياق التقاسمات بين الدولتين الحليفتين التي جمعتهم المصالح وفرقتهم الأطماع في الساحل الشرقي للبلاد التوصية تكشف سر دعم التحالف للميليشيا الموازية على حساب الشرعية لتمرير ما يريد من نفوذ ومصالح إذ توصي بتمكين النخب في وادي وصحراء حضرموت يسعى الانتقالي لإزاحة المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع على حساب تمدد النخب الموارية للإمارات تحت لافتة تمكين أبناء المناطق من الإدارة الرشيدة لها محاولة اختراق لحضرموت وابتزاز للرئيس هادي كما يراها البعض فيما يذهب آخرون إلى الحديث عن صفقة قضت بتسليم السعودية ملف وادي حضرموت للإمارات والضفر بالمهرة لتثبيت مصالحها الاستراتيجية على خط البحر العربي